بما أننا هنتكلم كتير النهاردة عن الأهلي مع الكابتن الكبير كابتن محمد فضفنا النهاردة في رقم 10 تعالوا برضو ناخد الرؤية الأخرى رؤية نادي الوداد نقاط قوة الوداد نقاط ضعف الوداد إزاي الوداد هيلعب هذه المواجهة قدام النادي الأهلي مع زوران منولوفيتش المدير الفني الأسبق لنادي الوداد عبر زوم أهلاً يا فندم مشرف ومنور منورنا يا فندم على تفضل يا فندم شكراً جزيلاً على استضافتي في هذا البردامج طيب بداية هو سؤال عام رأيك إيه فيما سيحدث في مواجهة الأهلي والوداد توقعاتك لهذه المواجهة الكبيرة بين فريق كبير هو النادي الأهلي طبعاً كبير الكارة الأفريقية كبير الأندية الأفريقية ونادي الوداد صاحب السمعة الأفريقية الكبيرة على مر الأصور أنها ستكون مباراة كبيرة لأن الأهلي لديه لعبون كبار مثل الشناوي وعلي معلول وأحمد شحات وشريف وهناك لعبون كبار جداً وأخوية في الأهلي ولعبوا لسنوات طويلة مع بعضهم البعض وأيضاً فريق الوداد ده لعبون كبار مثل العملوت وكومراد ودري وجبران وخسعوني ومترجي وكلهم لاعبين لديهم خبرات كبيرة أعتقد أن هذه المباراة ستكون لها نسبة 50% لكل نسبة الفوز 50% لكل الفريقين لكن الأهلي سيلعب في الضار البيضاء ولكن مع ذلك أعتقد أن نسبة الفوز ستكون 50% لكل الفريقين دربت الوداد منذ عامين ومعظم اللعبين المتواجدين حالياً مع الوداد أنت لعبت معهم أو دربتهم رأيك إيه أو رأيك إيه في أبرز نقاط القوة للوداد المغربي طيب الخط قطع نحاول نتواصل معه مرة أخرى بعد لحظات نرجع تاني للنقطة في منتهى الأهمية النادي الأهلي تحدث في طلباته على فكرة أنه يبقى الفريق ماشي بشكل فيه تأمين كامل للبعثة أنه يبقى فيه بوابات للدخول والخروج مؤمنة بشكل كويس وده بصراحة أنا بأكد عليه للمرة المليون أنه أنا ما عنديش أي قلق فيه خالص متطمن تماماً تماماً خدوا بالكم كمان موضوع التأمين في المغرب تأمين بيبقى قوي جداً وصالم جداً وما فيهوش أي صغارات عشان كده أنا متطمن مفيش قلق مهم النادي الأهلي يكون مركز في أرض الملعب اللاعبين والجهاز الفني يبقوا مركزين وش يحصل أي مشكلة إطلاقاً بإذن الله مواجهة زي ما بنقول وبنكرر هي مواجهة بين أشقاء يفوز من يفوز يفوز من يفوز بالجهد العالي من اللاعبين باجتهاد اللاعبين دون أي أمور أخرى اللي يكسب يكسب طبعاً نتمنى فوز الأهلي طبعاً نفرح لفوز الأهلي طبعاً إن شاء الله ندعي أنه الأهلي يكسب في هذه المواجهة بس في الأول والآخر دي مباراة كرة قدر نهار ده بمناسبة في مباراة كرة قدم ليفربول جماهية ليفربول ونادي ليفربول استقبلوا فريق الردز استقبال رائع في إنجلترا رائع بكوتوبيس مكشوف عشان يقولوا لهم شكراً على اللي عملتوه طول الموسم آه خسرت نهاية دورة أبطال أوروبا خسرت الدورة الإنجليزي بس أنتو بالنسبة لنا عملتو كل حاجة في الموسم لعبتو في كل البطولات بكل اجتهاد بروعة كبيرة اللي عطاعتها هي قدامنا كسبوكاس للتحاد الإنجليزي كسبوكاس اللي اجتهد مش هي قصة مش كلها بطولة وخلاص الحكاية مش حكاية بطولة وخلاص الحكاية حكاية احترام وتقدير و إجلال وشكر للناس اللي تعبت صورة محمد صلاحة ايه مع جماهير ليفربول في استقبال رائع وعظيم ليه فريق محترم وكبير عمل كل شيء هذا الموسم لعبين عملوا كل شيء هذا الموسم كسبو احترام العالم حتى المباراة النهاية في دورة أبطال أوروبا عملوا فيها كل حاجة تلاقلهم من تحت الأرض كورتوة خلص المباراة لصلاحه خلص المباراة لصلاح فريقه ريال مدريد هجيلكوا كتير على محمد صلاح عندنا كلام كتير لأنه عرض على محمد صلاح بس نرجع تاني لزوران مانولوفيتش المدير الفني الأسبق للوداد المغربي جعلنا مرة أخرى عبر زوم أهلا بك يا فندم مجددا أشكرك أشكرك قبل ما يقطع الهاتف سألت حضرتك عن رأيك في أبرز مفاتيح لعب الوداد أنت ضربت الفريق منذ موسمين ومعظم اللاعبين الحاليين اتضربوا تحت ولايتك قل لي كده أبرز نقاط القوة من وجهة نظرك وأبرز العناصر في فريق الوداد الوداد فريق كبير واحد من أكبر الفرق في أفريقيا ولديه خط دفاع متصق فيه العملود وكومارا وداري ولديه في خط الوسط لعبون كبار مثل جوبران وهناك من لعبون يلعبون في المنتخب المغربي وأيضا هناك في الهجوم لدينا أيد المترجي وهناك المهاجم الكونغولي ولكن إذا ما كانت هذه المباراة في دولة أخرى فإن هذا قد يمنح ميزة للأهل هذا في حالة ما إذا كانت المباراة ستلعب في دولة أخرى قد تكون نسبة 60% و40% ولكن لعب المباراة في الضر البيضاء يجعلها بنسبة 50% لكل الفرقين لأن مشجعي الوداد مهمين جدا والستاذ سيكون مليء ب60 ألف متفرج وهي ستكون مباراة صعبة بالنسبة للنادي الأهلي بسبب هذه الظروف طيب إنت قلت لي لو المباراة خارج المرعب كان ممكن نسبة فوزي النادي الأهلى تبقى 60% مقابل 40% للوداد هل ده في رأيك بسبب التشكيلة الحالية للأهلي والتشكيلة الحالية للوداد هل في رأيك أنه قوة الموديد الفني للأهلي أقوى من قوة الموديد الفني للوداد يعني النسبة لو كانت في أرض محايدة شايفها لصلاح النادي الأهلي له لأن الوداد يلعبون في أرضهم وكل المشجعون 60 ألف مشجع من الوداد سيكونوا محاضرين في الأستاذ وهنا ستكون هناك صعوبة بالنسبة للنادي الأهلي فكرة أن الوداد يلعبون على أرضهم هذا سيجعله نسبة الفوز لكل الفريقين 50% هل تفهمني؟ أنا بقى عايز حراك تفهمني في السؤال وهحاول أعيده لحضراتك تاني حراك قلت لو المباراة بعيد عن المغرب فنسبة فوز النادي الأهلي 60 إلى 40 للوداد هل ترى أن تشكيل النادي الأهلي أقوى من تشكيل الوداد على مستوى الكرة على مستوى أرض الملعب وليس المدرجات نعم نعم ولكن الوداد يلعبون على أراضيهم ولهذا فنسبة الفوز 50% لكل الفريقين هل تفهمني؟ أنا فهمتك كده كويس جدا طيب فضل هل تشكيل النادي الأهلي تعرف فيه لعبين؟ هل شايف أنه فيه لعبين ممكن بكرة يرجحوا فكرة النادي أو فوز النادي الأهلي بهذه الموجة فعناصر لفت نظرك في تشكيل النادي الأهلي؟ الأهلي لعب كثيرا في أماكن مختلفة ولكن فريق الوداد لديه دفعية أكثر رأيتم فريق أمس بين ريال مادرت وليفر بول من كان الأحسن؟ بالنسبة لي كان ليفر بول الأفضل ولكن بالنسبة لكرة القدم المباراة ذهبت لفريق الريال لأن حارس مرمى الريال كان يصد جميع الكرات وغدا سيكون لدينا مباراة الوداد يلعب على أرضه وستكون نسبة الفوز 50% لكل الفريقين هل الأمر مفهوم؟ مفهوم طبعا زوران مانولوفيتش المدير الفني الأسبق لنادي الوداد المغربي أنا بشكر الحاجة شكرا جزايا لهذه المداخلة